لما زاد المسلمون ودخل الناس في دين الله أفواجه رأوا علماء الهندسة أن المنبر بدلا من أن يكون دركتين كما كان على عهد الرسول وكان المسجد محدود 300 زراع يعني 150 متر وأصبح المسجد بعيد زي مسجد الأزهر أو المساجد الكبيرة فاحتاجوا إلى منبر عالي علشان الصوت يوصل بتاع الخطبة احتاجوا أنهم يعملوا تجويف سموه المحراب عشان الصوت يطص في التجويف ده ويسمع يعمل إيكو صدى يعني للورا فالناس كلها تسمع من غير ميكروفون لسه الميكروفون ما ظهر الترتيب الحياتي كله ده لا علاقة له بالبدعة لأنه لم يكر على شيء مما تركه لنا رسول الله في هوية الإسلام بالبطلة إنما البدعة فين؟ البدعة مش في كده لأنه لم يكر على شيء مما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هوية الإسلام إنما البدعة أنه واحد ييجي يقول لي والله أنا أمرت أن أقتل الناس ويترك يكر على كلام النوع السلام وهو يقول الراحمون يرحمهم الرحمن وتبارك وتعالى ارحموا من في الأرض من في الأرض يرحمكم من في السماء تبقى بدا يبقى داعش وواغش ومش عارف إيه القاعدة والواعدة كله ده بدعة لأنهم حرفوا النصوص عن مواضعها لأنهم أتوا بشيء يقدح فيه هوية الإسلام السيدنا يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله طيب فرحوا قالوا إذن فياجب علينا أن احنا نحتل الشام والعراق ومصر ونعمل فتنة ونحاربكم إنتوا قبل ما نحارب الصهيوني طب يعني إنتوا دروقتي جايين تقتلوا المسلمين في بلادهم من أجل تصور قائم في ذهنكم هو بدعة فقالوا الحديث كده ولا لا قلت له لا مش كده قال ما أنا لسه أقيل وهو قدامك قلت له إيه وأنت أقيله لكن البعيد مش راضي يفهم حاجة قال يفهمني طيب قلت له أقرأ ويفهم أمرتو ولا أمرتم قالي لا أمرتو قلت له يبقى لأمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم ناخد كل الشروط اللي النبي تركها واللي النبي كانت محيطة به علشان هو أمر بهذا في ظل حياتي الشريفة أن أقاتل ولا أقتل أقاتل أقاتل أفاعل يعني في طرفين يبقى حضرتك بتقتل ليه الناس ابتغاء التسلط على المكان والابتغاء التسلط على البترول علشان تصرف على السلاح اللي هيريق دماء المسلم وغير المسلم الناس الناس دول مين كل المفسرين بيقولوا الناس دي قريش حضرتك خليتها الناس اللي في الأرض الله ده ناس اللي في الأرض دول زباينة ده ناس اللي في الأرض دول هما اللي هندعوهم إلى الله وندعوهم إلى الآخرة وندعوهم إلى الجنة هتروح تقاتل الناس اللي في الأرض قال مش هو اللي قال كده قلت له ما قالش قاله الناس هو قلت له طيب إيه رأيك في قولي تعالى الذين قال لهم الناس اللي هو نعيم بن مسعود الناس هنا معناه إيه واحد بس إن الناس قد جمعوا لكم اللي هم قريش الضلال ده ميش هيخلص بقى كل ده لأن هذا الإنسان مبتدع لأن هذا الإنسان مش يوارى ظلالته أقوام يتكلمون بألسنتنا وليس منا أيوة ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا أيوة الناس دي مش مصبوطة دون مبتدعة أمرت أن أقاتل الناس اللي هو قريش طب وليه النبي أمر أن يقاتل القريش لأن القريش ما سابتوش في حاله 14 سنة وهو مقيم في مكة قاعد يدعوهم إلى الله وهم بيئزوهم ومشي وهاجر عبليه الصحابة هاجروا إلى الحبشة هجرة أولى هجرة تانية وهو هاجر إلى المدينة ما سابهوش في حاله قاتلوه في بدر فين بدر دي قرب المدينة كده قاتلوه في أحد أحد اللي هو إيه الجبل بتاع المدينة يعني في المدينة يعني أنا قاعد في حالي وقاعد أتضرب قاتلوه في الخندق الخندق إيه الخندق اللي عمله حوالي المدينة برضو قاعدين يقاتلوه ويتفق عليه اتفقوا مع اليهود في خايبر نعمل كماشة عليه ونخلص من الحدوتة دي بقى احنا من تحت جنوب وانتوا من فوق فراح جري علشان يعمل صلح الحديبية فيفك الكماشة اللي تحت ويطلع يفتح خايبر فيفك الكماشة اللي فوق قال له دفع للدفاع مستمر يبقى إذا نفعل يا أخويا زيه أمرت أن أقاتله اللي بيضربني وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم عشان كذا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين